جهود وزارة الصحة في الارتقاب المنظومة الصحية بالبلاد اتت ثمارها لترتقي دولة الكويت وتحقق مرات متقدمة بمؤشر التغطية الصحية الشاملة على مستوى منظمة الصحة العالمية وبمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يصادف الثاني عشر من ديسمبر سنويا اكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله سند حرص الوزارة على وضع وتطوير وتحديث الاستراتيجيات والبرامجات الصلة انطلاقا من التزامها بأهداف التنمية المستدامة واشار السند الان خطة التنمية المحلية تجتمل على برامج انشائية وتطويرية ذات صلة تعزز التغطية الشاملة في مقدمتها برنامج الوقاية وتصدي للامراض المزمنة غير المعضية وعوامل الخطورة ذات العلاقة واشار ايضا الى المشاريع الانشائية التي تغطي محافظات البلاد الست وبرامج وسياسات الجودة وسلامة المرضى وتطوير الاداء وتعزيز قدرات الرعاية الاولية فضلا عن برامج الصحة الرقمية والتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين والتأمين الصحي على الاجانب وزارة الصحة تستهدف من هذا البرنامج تحقيق الغاية الثامنة من الهدف الثالث المتعلق بالصحة من الاهداف العالمية السابعة عشر للتنمية المستدامة المعتمدة الصادرة عن الامم المتحدة في الخامس والعشرين من سبتمبر عام الفين وخمسة عشر وتنص الغاية الثامنة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وامكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الاساسية الجيدة وامكانية حصول الجميع على الادوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة التقارير العالمية المتعلقة بالتغطية الشاملة الصادرة عام الفين وسبعة و الفين وثمانية عشر اظهرت الترتيب المتقدم للنظام الصحي المحلي بما يعكس حرص الوزارة على الوفاء بالتزاماتها